بدلاً من الصراع المتواصل مع المياه التي تهدد بلادهم بالفيضان تكر الهولنديون أساليب جديدة لتطويعها واستخدامها في حياتهم هذه واحدة من أشد شبكات السدود في العالم تقدماً إذا ما نصبت هذا البنيان تجده بعلو برج إفل في باريس لكنه بضعف وزنه صلب جداً البوابات المتحركة المثبتة فيه شديدة الصلابة وهذه الصلابة حيوية جداً أكثر من ألف وثمانمائة شخص لقوا حتفهم في ليلة واحدة قبل ستين عاماً أثناء هبوب العاصفة الكبيرة حفزتهم هذه الكارثة على الاستثمار سدود ومصدات مياه يتم تحديثها طوال الوقت وكذلك صيانتها بتكلفة سنوية تتجاوز المليار يورو هذا المصد في مدينة روتردام يستخدم أيضاً كمزرعة خضروات كما يشاجع السكان على زراعة أسطح منازلهم هي قادرة على العمل كأسفنج تنتص المياه عند اجتداد المطر فتضمن جفاف المنطقة خلف المصد من ناحية أخرى فإن كثافة البناء باجتداد التمدن تشكل ضغطاً على جهاز الصرف الصحي ولذا يتم توظيف بعض المباني الخاصة لتخفيفها ضغط عند هطول المطر تفيد مياه الصرف الصحي إلى القنوات لكن بإمكاننا فتح جدار خاص هنا يسمح الجدار بتدفق مياه الصرف الصحي لنصف سكان المدينة في هذا المرآب تحت الأرض نظام يطلق عليه اسم التقاء المناخ واحتاج لأجيال لإحكامه هناك اهتمام كبير بهذا النظام من آسيا من أمريكا بالطبع لدينا خبرة طويلة ويمكن اقتباسها لا حقوق ملكية لقد أثبت الهولنديون أنهم سادة في السيطرة على المياه وفي تحويلها من مصدر خطر إلى منبع طاقة وإلهام ترجمة نانسي قنقر